صباح الخير مرة جديدة لكل المشاهدين بالفعل للبداية اليوم بجولة الصحف رح تكون مما كتبه ضيفك نانسي بصحيفة الأخبار أبعد من حرية الفنان إنها الحرب المشتركة على الانحطاط ما بات يعرف بقضية شرب الخليل أخطر من أن نقلل من أهميته ظناً منا أننا نستوعب الاحتقان ليست المسألة بهذه البساطة وكل من يسعى إلى زج الدين والمقدسات في قضايا سياسية بحتة إنما يرتكب من حيث لا يدري أو عن سابق تصور وتصميم ثلاثة أخطاء قاتلة الخطأ الأول والأبسط ربما هو تراجع سافر لحريات مكتسبة رغم أن في النظام الإقطاعي الطائفي في لبنان الخطأ الثاني في قرار الادعاء على الفنان اللبناني الساخر أكثر خطورة فهو يعطي للإرهابيين والدواعي شرعية قانونية ومعنوية عبر تقديم صورة إيجابية لهم يخلق رابطاً وجدانياً وعقائدياً وإن غير مباشر بين البرابر الجدد والمؤمنين أصحاب الدين والعقيدة هل من الحكمة في زمن قاطعي الرؤوس وفيما الدواعش يحرقون مكتبة الموصل افتعاء المعركة قانونية دفاعاً عن رأيتهم بدلاً من التبرؤ الحاسم منهم الخطأ الثالث وهو الأخطر يكمن في اللاعب بالسلم الأهلي فكلنا يعرف أن شرب الخليل ليس وحده بل من حوله جزء من الرأي العام التحريض عليه تحريض على طائفته في بلد لا وجود فيه للمواطن الفرد خارج القطيع واتهامه ظلماً بالتعرض للمقدسات إنما يزيد المناخ المشحون سموماً ويزكي نار الحقد الطائفي كلا أيها السادة ليست مسألة دفاع عن الدين بل مسألة استغلال سياسي للدين إني أتهم كل من ساهم في افتعال قضية شرب الخليل بالاعتداء على الفضاء المدني القائم على حرية النقد والسخرية وبأعادة الاعتبار للتكفيريين وبالمقامرة بالسلم الأهلي كل هجوم طائفي على شرب الخليل جريمة وطنية وكل دفاع طائفي عنه أو التفاف طائفي حوله جريمة أعظم وننتقل إلى ما كتبته صحيفة الحياة اليوم بعنوان توافق بين قيادات عدة على التمديد للقادة العسكريين قالت مصادر سياسية إن مسألة التمديد للقادة العسكريين في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي كانت مدار بحث أخيراً بين عدد من القيادات في ظل وجود وجهة نظر ترى ضرورة تجنيب إدخال المؤسسات العسكرية في التجاذبات والمناكفات السياسية الجارية بحكم استمرار الشغور الرئاسي والتنافس على التعينات وأشارت المصادر إلى أن الرئيس نبيه بري وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط وحزب الله من دون أن يعلن عن ذلك وقيادات مسيحية في قوى الرابع عشر من أذار يرجحون خيار التمديد للقادة العسكريين وذكرت أن هذا الأمر كان مدار بحث بين بري والحريري خلال لقائهما الأسبوع الماضي وفي المقابل يعارض زعيم التيار الوطني الحر النائم مشال عون خيار التمديد بشدة ويدعو إلى تعيين بدائل للذين تنتهي مدة خدمتهم إلى افتتاحية صحيفة السفير اليوم مداولات هادئة يقودها مسؤولون في الخارجية وقصر الإليزي انتهت عند سؤال مشترك لابد من سلة متكاملة للحل في لبنان الرأسة وحدها لا تسد شهية كل اللاعبين معها لابد من تحديد هوية رئيس الحكومة والحكومة بأحجامها وتوازناتها القانون الانتخابي الجديد وموعد الانتخابات النيابية وهوية رئيس مجلس النيابي الجديد وثمت إصلاحات لا مفر منها من دون أن يحدد الفرنسيون طبيعتها لكن مرجعا لبنانيا مطلعا يختصرها بالقول إنها تقود إلى أقل من طائف وأكثر من دوحة يستشعر الفرنسيون ومعهم الأمريكيون أن لا أحد يملك مفتاح الخروج من التعطيل في لبنان إلا ميشيل عون والدليل هو تبني العاصمتين السعودية والإيرانية معادلة التفاهم المسيحي على الرئاسة أولا هل يراهن ميشيل عون على اتفاق أمريكي إيراني بعد أربعة أسابيع يصبح بعده لا مفر من هروب سعد الحريري من خياره الرئاسي يراهن عون على ذلك وأكثر ثمت معلومات بلغت الجنرال عن توجه سعودي لإعادة تقييم المقاربة الملكية للأزمة السورية في ضوء تصاعد المخاوف من بلوغ النار البيت السعودي وعود إلى صحيفة الأخبار وما كتبته ليا القز اليوم تقترب رئاسة حزب الكتائب من النائب سامي الجميل أكثر فأكثر خلافا لكل ما يشاعن خلافات بين الرئيس أمين الجميل وابنه يتجه الشيخ أمين إلى التقاعد مفتحا المجال أمام فتى الكتائب ليضخ دما جديدا في عروق الحزب العطيق غير أن الأمور لا تبدو بهذه السلاسة فقرار الجميل الأب يواجه بموقف قسم كبير من أعضاء المكتب السياسي رافض لتسليم سامي الرئاسة ويشير النائب نديم الجميل إلى أنه كلما اقتربنا من موعد المؤتمر سيتشدد كل فريق أكثر في موقفه الأمر الذي قد يدفع إلى إلغائه أو إرجائه ويقول مصدر في فريق عمل سامي أنه بعد الاختلاف في وجهات النظر الذي انفجر إعلاميا تبين أكثر من أي وقت مضى أن الصراع داخل الكتائب بين جيلين يسبب الأذى للحزب لذلك لا يمكنه أن يستمر أكثر يهم سامي والمحيطين به أن يكون انتقال السلطة سلسا لا نريد أن يمر الحزب بخضات قد تهدد بنيته خاصة أنه سيكون من قرارات القيادة الجديدة تحديد خيارات سياسية جديدة للكتائب أبرزها قد يكون الخروج نهائيا من قوى الرابع عشر من أذار والمطالبة باتفاق جديد يكون بديلا من الطائف وإلى بعض المعلومات في ملف العسكريين المخطفين كتبت الجمهورية اليوم علم أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لم يزور تركيا كما تردد في الساعات الماضية بل كان فقط في الإمارات وهو لا يزال ينتظر اتصالا كي يتوجه إلى اسطنبول وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة على هذا الملف أن المفاوضات مع جبهة النصرة أحرزت تقدما خرق الجمود والانقطاع الذين ساداء الفترة السابقة على مدى ثلاثة أشهر وهناك بوادر اتفاق يتوقع أن تقتضح معلمه في الأيام المقبلة تعمل عليه قطر ويؤمل من تركيا أن تعطيه جرعة دفع إلى الأمام فيما المفاوضات مع داعش لم تسجل أي جديد ولا تزال متوقفة عند حدود انتظار أن تنفذ بعض البنود التي اتفق عليها في التفاوض مع الوسيط لكنها جمدت هذا الاتفاق من دون أن تتراجع عن التزامها عدم التعرض للعسكريين الخبر الأخير في جولتنا على الصحف من صحيفة السفير وتحديدا الصفحة الأخيرة اختراعات وصفت بالبدعة غيرت العالم في العام 1879 وصف العالم الرائد ورئيس مؤسسة ستيفنز للتكنولوجيا هنري مورتن أحد الأشخاص بالفاشل كان ذلك الرجل توماس أديسون مخترع المصباح الكهربائي غير أن أديسون لم يكن الأخير الذي قوبل بالصد فهناك بعض الاختراعات المهمة الأخرى التي شكك البعض في نجاحها منها الدراجات التي كانت في البداية تعتبر مضة راقية ولهذا ظن البعض أنها لن تستمر طويلا والسيارات في العام 1902 وصفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية السيارات بأنها غير عملية هناك أيضا طلاء الأظافر السائل وقالت نيويورك تايمز أنه بدعة قادمة من لندن وإضافة إلى ذلك هناك الكمبيوتر المحمول وفي العام 1985 تحدثت نيويورك تايمز عن زوال اختراع واعد ألا وهو الكمبيوترات المحمولة هناك أيضا عدد كبير من هذه الاختراعات في صحيفة السفير اليوم وبهذا الخبر نأتي إلى ختام جولتنا على الصحور